مرحبا مواليد برش الحوت معكم كارمي شماس كيف يكون الأسبوع من الثانين 16 للأحد 22 أيار مايو هيدا الأسبوع أسبوع مهم لأنه شمس تنتقل من برج الثور إلى برج الجوزاء يوم السابت 21 بتمام ساعة 4 نص فجرا توقيد بيروت شوفي عنا بهيدا الأسبوع بدايته جيدي لبقسة بها بنهايته بآخر المساء بيوصل الأمر لبرشكم خلونا نشوف تانين ثلاثة والأربعة الأمر ببرش القوس بمربع مع برج كون حتى الساعة ثلاثة بعد ظهر توقيد بيروت شمس طبعا بموقع إيجابي بالنسبة لألكون وساعد لألكون فلا بأسة بذلك المهمات كبيرة ومهمة صعبة ولكنها بالنسبة لألكون مشجعة وتصلت الضوء على مهاراتكم وعلى قدراتكم يشتغلوا منيح ركزوا منيح تطلعوا انتو ربحانين مية بالمية وما حدا بقدر يقلكن محلل كحل بعيونكن لما نحنا بيقول بلبنان يمكن تكون كمانا انشغالات عائلية أو يمكن تكون مع الأهل أو يكون بالشغل الأربعة الساعة ثلاثة بعد ظهر توقيد بيروت الأمر بيكون ببرش القديم هو ببرش مساعد لألكون صديق لألكون يحمل مساعدات ويحمل خدمات ويحمل إيجابيات كتيري بيستمر كل هالجو الحلو كل الخميس 19 أيار والجمعة 20 أيار حتى الساعة 4 بعد ظهر توقيد بيروت هايدي الفترة بعتبرها فترة نشيطة حلوة كتير تأثيرات المثلث الفلكي الترابي بيعزز قدراتكم نفسيتكم حلوة مهتمين حابين أنكم تكملوا تثبروا تبلشوا إشياء جديدة تخترعوا تساعدوا حالكم تطلبوا مساعدة تساعدوا غيركم الناس بتحس بيطاقتكم الجيدة وبيقولوا خيشوا فيه في تغييرات عنكم إيجابية بصراحة هايدي الفترة استفيدوا منها ليه؟ لأنه نهاية الأسبوع رح بيكون فيها تغييرات يمكن ما تريحكم هالأدو هلأ رح تعرفوا ليش؟ لذلك استفيدوا من فترة وجود الأمر ببرش الجدي لأنه غنية تغنيكن بتساعدكن بتقويكن كتير ومش شوي وحتى رح بتساعدكن إنكن تلاقوا المساعدة الخدمة اللي إكزاكلي بدكن ياها الجمعة ساعة أربعة بعد ظهر توقيد بيروت الأمر بيروح لبرش الدلو الأمر بيروح لبرش الدلو وبلش الأمور عندكم تهدى ودخلته بمرحلة من فراغ أو من مرحلة فيها شوية التباسات أو نوع من confusion أحيانا بصير أو بيزهق الإنسان وبيزهق وبدو يرتاح وكون عنده شغل بصير يأجل 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 السبت الأمر كمان ببرش الدلو الأحد كمان الأمر ببرش الدلو حتى سبعة المساة خلوني ألكن برجعة بكرر من الجمعة أربعة بعد ظهر توقيد بيروت حتى الأحد سبعة المساة توقيد بيروت هي الفترة الأضعف في هذا الأسبوع الأضعف تحديدا السبت والأحد كونوا حذرين التباسات تغييرات إشياء بتصير مثلا يلي مسافر يلي رايح اللي جاي نفسية اللي بيعلاقة بيعرف إنه علاقته ضعيفة منها متينة بيكونوا جدا حذرين اللي عنده مشاكل صحية اللي عنده غراض مسافر معهم بدي حط عينه عليهم تيكت الحجوزات كل هالأمور بصير فيها احتمال نوع من بل بلي فكونوا جدا حذرين فترة مضحبة الحلو إنه الأحد الساعة سبعة المساة توقيد بيروت الأمر بيوصل لبرش كون هون تتغير الأمور رأسا على عقد يلي لا صالح كون يلي عم يتبع المقارة الأمريكية بتضغاره من الظهر تقريبا أو من الصبح إشارات إيجابية جدا القرار بصير بيئتكن بعد ما كنتو سعيدلينين أو دجرانين فجأة بتشيئو تصحصحو بصير بدكون تكملوا أشغالكن وتبدأوا بإشياء جديدة هيدا أسبوع متل ما قلتلكون من الأول رجعوا سمعوا الفيديو لترجعوا تاخدوا فكرة عن شو عم بحكي فكرة واضحة كوكب من الريخ بيحذركن هذا الأسبوع إذا كنتو من مواليد 13 ل 19 أدار مارس بيتمني لكن أسبوع حلو إلى اللقاء باي باي شكرا